السلام عليكم يا مساء الفل يا مساء الجمال ان شاء الله النهاردة هنبدأ ناخد شوية امثلة على الفيديو اللي فات الجزء الخاص بالفيديو الخامس والامثلة دي هناخدها ان شاء الله هنشرح فيها برضو اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت يعني هيبقى يعتبر زيادة على الشرح اللي فات معلش احنا اضطرنا نقسم الفيديو على جزئين الجزء اللي فات اللي هو الخامس والمحاضرة بتاعت النهاردة اللي هي جزء السادس علشان بس ما يبقاش الموضوع آآ كبير يعني يبقى في سكة عشرين تلاتين ديابة كتير ولو لا قدر الله برضو ملحقناش النهاردة ان احنا آآ نبقى جوه عدد الدقايق دوت ممكن برضو نعمل فيديو آآ تاني بس ان شاء الله هنبقى جوه الوقت بتاعنا بازن الله ما تنساش تلاقي الفيديو وتسبسكراب القناة على اليوتيوب ويلا بينا نبدأ الشرح بتاعنا. طيب المثال الامثلة هتمشي بالترتيب بنفس الترتيب بتاع الشرح الخاص بالجزء اللي فات يعني يعتبر النقطة نقطة كده زي ما شرحنا بالترتيب هناخد عليها آآ امثلة وبرضو زي ما قلت كده هنوعد نشرح تاني وتالت القصة فيها ايه بس يعني الخبر الوحش ان اللي بقوله لك ده مش هينفع انه هو يتشرح وتعتمد على الشرح آآ بس انت هتعتمد على الشرح علشان تحاول تقلل من الحفز لكن آآ لا غنى عن الحفز اللي ان انت شايف الاختيارات والتغييرات والقوانين والحاجات اللي موجودة في المادة من الصعب ان هي آآ تتفهم او تعتمد على الفهم بس فآآ دي نصيحة يعني آآ انا عارف الموضوع تقيل بس معلش حاول ان انت آآ تحفظ كده واحدة واحدة ونقطة نقطة وزي ما هنعمل كده وتاخد عليها امثلة يلا بينا نبدأ المثال الاول بيقول لك موظف يتقاضى في اول العام مرتب اساسي شهري الف جنيه وفيه علاوة خاصة معفاة متين جنيه شهريا وفي اول يوليو يعني في واحد سبعة تكرر منحه علاوة دورية مية جنيه المطلوب تحديد الاراضي الشهري الخاضع للضريبة طيب هنا هو اسم لك السنة لآآ حتتين فآآ وطبعا في عندنا اكتر من آآ دخل مش بس آآ مرتب اساسي في علاوة خاصة وفيه علاوة تانية فبالتالي هنمسك المثال او النقطة دي وهننزل بالتفاصيل كده نعمل حاجة زي آآ جدول ونقول في الفترة من واحد واحد لتلاتين ستة اللي هو الفترة الاولانية اللي كان بياخد فيها آآ الف جنيه مرتب اساسي وميتين جنيه علاوة آآ خاصة وهنقول الاراضات وهنعمل كده او عمود للاراضات الخاضعة والاراضات الغير آآ خاضعة علشان نجيب بعد كده آآ آآ الاراضي الخاضع للضريبة فهننزل في اول حاجة هو قالها المرتب الاساسي عنده الف جنيه وده آآ خاضع للضريبة فهنحطه الالف جنيه تحت الكولم او العمود اللي خاص بالخاضع للضريبة وبعد كده في عندك علاوة آآ خاصة ميتين جنيه والميتين جنيه دي قال علاوة خاصة معفاة من الضريبة يعني هو جايبها لك سلكة وبيقول لك ان الميتين جنيه دي معفاة من الضريبة يبقى كده ده القبض بتاعه والمرتب بتاعه من واحد واحد لحد تلاتين ستة اللي هي الفترة الاولانية اللي هو اجمال الاراضي الشهري الخاضع للضريبة الشهري الف جنيه تمام الفترة بقى من واحد سبعة لواحد تلاتين اتناشر هنعمل نفس القصة بالزبط بنفس الجدول وهنقول الاراضات الخضعة الاراضات الغير خضعة عندنا مرتب اساسي وعندنا العلاوة الخاصة دول معانا اصلا من قبل كده اللي هي الف جنيه والميتين جنيه الف جنيه خضعة للضريبة المرتب الاساسي والميتين جنيه لاراضات الغير خضعة للضريبة زي ما هو زكرها لك معفاة في المثال بس معانا نقطة جديدة اللي هي العلاوة الدورية اللي هي هتعتبر اراضات خضعة لعلاوة دورية لان العلاوة الدورية دي لا قدامها مصروف ولا قدامها اه حاجة تثبت ان انت بتاخدها مسلا تصرفها على الشغل زي ما قلنا اه قبل كده والميت جينيه دي جاية تعلي بيها صروتك او تعلي بيها ابدك تمام طيب فهنا هنحطها الميت جينيه دي تحت الارضات الخاضعة عمن الاخر كده العلوات اللي لا تخضع للضريبة هي العلوات الموجهة لسبب معين محطوطة علشان حاجة معينة علاوة اجتماعية دي لها علاقة بالقانون وليها علاقة بشغل مجتمعي يبقى لها تخضع للضريبة علاوة خاصة غير منضمة على المرتب وعلاوة خاصة منضمة بعد واحد آآ سبعة الحاجات دي حاول ان انت تقرب الانواع دي من بعض بحيث ان انت تربطهم ببعض بحيث برضو ان تسهل عليك الحفظ في نظام الجداول زي ما انت شايف كده طيب تعالي ناخد المثال التاني بيقول لك المطلوب تحديد الاراضات الخاضعة للضريبة وغير الخاضعة للضريبة في الحالات التالية نمرة واحد موظف بلغ سن التقاعد فقامت الشركة التي يعمل بها بصرف مبلغ عشرين الف جنيه مكافئة نهاية الخدمة فهنيجي نحل ونقول مكافئة ترك الخدمة التي تمنح للعاملين وفقا للوائح او جهة العمل ولوائح قانون العمل لا تخضع لكافة انواع الضريب زي ما قلنا برضو قبل كده ان مكافئة نهاية الخدمة لا تخضع للضريبة طيب نمرة اتنين موظف حصل في اول اكتوبر على مكافئة تشجيعية نظير جهود وغير العادية بمبلغ خمس تلاف جنيه مكافئة تشجيعية المكافئة التشجيعية او المكافئة التقديرية التي تمنح للعاملين نظير جهدهم الغير عادية اثناء فترة عملهم بالشركة بتخضع للضريبة يبقى المكافئات التشجيعية بتخضع للضريبة فهو الانواع دي من الاسئلة لو انت مش عارف او مش 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 حافظ الجزئية دي هتلاقي نفسك بتوقع نقط كتير معلش انا بخوفك مرة واتنين وثلاثة علشان هي المادة ما تمفعش غير بالحفظ للأسف يعني طيب تعال نخش على الحالة التالتة موظف حصل في نهاية العام على نصيبه في الارباح الجماعية وفقا لاحكام قانون الشركات ويبلغ تلات تلاف آآ جنيه طيب نصيب العاملين في الارباح الجماعية وفقا لاحكام قانون الشركات يعفى من الخضوع للضريبة منعا للازدواج الضريبي ليه زي ما شرحنا قبل كده وقلنا ان الشركة هي اللي بتحاسب من ضمن ارباح الشركة وانا بحسب كمحاسب كده بجيب في نهاية آآ قيمة الدخل اللي بعملها في نهاية السنة وبقول الشركة دي كزبت كزا كزا ده بلاقي نفسي بعد كده المفروض بضربهم في نسبة اتنين وعشرين ونص في المية علشان تطلع الشركة ضرائبها وبالتالي الارباح دي خالصة الضرائب يبقى انا ما ينفعش اركب الضرائب على ضرائب لان انا لما هاخد جزء من الارباح دي اوزعه على العمال الجزء ده اصلا انا دفعت عنه الضرائب كشركة خلاص تمام طيب تعالى ناخد مثال كمان المطلوب تحديد المزايا العينية الخاضعة للضريبة في الحالات التالية موظف موظف وفرت له الشركة مسكنا قيمته الايجارية مية وخمسين جنيه بدون خصم من مرتبه يعني الشركة متحملة المية وخمسين جنيه كلهم طيب المسكنة لازي توفره الشركة ده الحل بقى المسكنة اللي بتوفره الشركة مجانا بدون خصم من المرتب يعد ميزة عينية ويخضع للضريبة قيمة السكن بالكامل لانه مجانا كما انه لم ينصب التمرين على انه آآ لازم لاداء العمل يعني لو لازم لاداء العمل خلاص مش مشكلة بس ما يكونش شخصي ما يكونش حاجة شخصية ويكون لازم للعمل لكن ويكون بيخصم منه جزء ولو بسيط مقابل ده والشركة هي بتكمل البيعي يبقى كده المفروض انه هو آآ لا يخضع للضريبة لكن لما انا اجيب لك سكن وما اذكر لك في التمرين ان السكن ده لازم للعمل يبقى خاضع للضريبة بيعتبر ميزة عينية وتخضع للضريبة طيب نمرة اتنين موظف وفرت له الشركة مسكنا قيمته الايجارية ميتين جنيه مقابل خصم عشرة جنيه فقط من مرتبه الشهري بصوا بقى الحل التاني المسكنة لازي توفره الشركة مقابل خصم من المرتب لا يعد ميزة عينية ولا يخضع للضريبة بغض النظر عن قيمة السكن او قيمة الخصم لانه ليس مجاني يبقى هنا اي نوع من انواع الخصم اللي بتحصل على المرتب مقابل ميزة انا بديها لك شركة يبقى كده المفروض اني ما باعتبرهاش من ضمن قيمة الميزة دي ما باعتبرهاش من ضمن المزايا اللي المفروض تخش وتخضع للضريبة وحسبك فيها على الوعاء الضريبي طيب يبقى دي لا تخضع للضريبة نمرة تلاتة توفر الشركة لجميع الموظفين لجميع الموظفين ملابس لازمة لاداء العمل تبلغ قيمتها ستميج جنيه طالما لجميع الموظفين يعني مش ميزة خاصة ليا انا وكمان لازمة لاداء العمل يعني لا تعد ميزة عينية يبقى لا تخضع للضريبة طيب في جزئية تانية احنا ما ذكرناش في الشرح وقعت مننا تعال ناخدها كده على السريع ونديها كمان واحدة مثال بيقولك فيه هناك مزايا عينية اخضعها القانون للضريبة مباشرة ولكن بشروط زي ايه زي الهواتف والتليفونات المحمولة التي توضع تحت التصرف الشخصي للموظف طيب ما يعد ميزة عينية خاضعة للضريبة عشرين في المية فقط من مصاريف تشغيل الهاتف تعال تانين اقراها ما يعد ميزة عينية خاضعة للضريبة عشرين في المية فقط من مصاريف تشغيل الهاتف او الاشتراك او الفواتير ويهمل تماما تمن الهاتف يعني احنا عندنا حاجتين دلوقتي الشركة ميديا لك موبايل والموبايل ده اه لي قيمة انا مليش علاقة بقيمة الموبايل. طيب اه الموبايل ده الشركة بتحاسب على فطورته ايوة هاخد بقى قيمة الفطورة دي اللي هو ميزة معاك ولازمة للعمل وما ينفعش العمل من غيرها تمام? هاخد منها عشرين في المية بس هاخضعه للضريبة ولا تمن التليفون ولا التمانين في المية التانين هاخضعهم للضريبة. يعني التمانين في المية وقيمة الموبايل لا يخضع للضريبة. لكن هاخد عشرين في المية من قيمة الفطورة من قيمة الاستهلاك وهو ده اللي انا هاخضعه للضريبة على اساس ان انت ممكن تستخدم الموبايل بتاع الشركة في حاجات اه شخصية. طيب رقم اتنين السيارة التي توضع تحت التصرف الشخصي للموظف لاداء مهام العمل. لاداء مهام العمل. بعملها بنفس الطريقة. بنفس القصة بالضبط بتاعة التليفون. ما يعد ميزة عينية خاضعة للضريبة عشرين في المية فقط. طب عشرين في المية من ايه? من قيمة السيارة ولا من قيمة مصاريف وتكاليف السيارة? لا من قيمة تكاليف ومصاريف السيارة. لكن التمانين في المية لا تخضع للضريبة. لكن قيمة السيارة لا تخضع للضريبة. يبقى انا باخد بس قيمة عشرين في المية من قيمة ايه بقى? من قيمة تشغيل السيارة. والوقود بتاعها او البنزين او الصيانة او التأمين ويهمل تماما تمن السيارة او استئهلكها او كزا او كزا اي حاجة من دي انا مليش اي علاقة اه بيها ولا تخضع للضريبة. طيب تعالي ناخد نسال على الكلام ده. المطلوب تحديد قيمة المزايا العينية الخاضعة للضريبة في الحالات التالية. نمر واحد موظف وفرت له الشركة سيارة لاداء مهام العمل. على ان تتحمل الشركة مصارفها. والتي بلغت مقابل الصيانة والوقود والتأمين الف جنيه شهرية. علما بان تمن شراء السيارة مية وعشرين الف جنيه. طيب. يبقى احنا عرفنا ان تمن السيارة انا مليش علاقة بيه. تمام? انا بحسب ايه? بشوف الاستهلاك او مصاريف التكاليف او او التكاليف الخاصة بالسيارة. طيب ما يعد ميزة عينية خاضعة للضريبة عشرين في المية فقط من مصاريف تشغيل السيارة. التي توضع تحت التصرف الشخصي للموظف لاداء مهام العمل. مقابل الصيانة والوقود والتأمين ويهمل تماما تمن شراء السيارة. اذا الميزة العينية الخاضعة للضريبة بتساوي نصاريف التشغيل في عشرين في المية. اللي هي بتساوي كام انا عندي المصاريف في تاعة الوقود والكلام من ده هو ايه اللي الف جنيه? بالف جنيه في عشرين في المية يعني ميتين جنيه شهريا هي الميتين جنيه. الميتين جنيه دي اللي هاعتبرها ميزة وهاعتبرها دخلة معايا في الوعاء الضريبة. الحالة التانية. بيقول موظف وضعت الشركة تحت تصرفه تلفون محمول لاداء مهام العمل. على ان تتحمل الشركة مصاريف تشغيله. والتي تبلغ ميتين جنيه شهريا. علما بان تمن التليفون تلات تلاف جنيه تاني. هاركن التلات تلاف جنيه اكني مش شايفها مليش علاقة بيها. والميتين جنيه الشهريا دي هاخد منها عشرين في المية فقط. اللي هي كام? اللي هي اربعين جنيه شهريا. طب نخش على النقطة الجديدة وبنتكلم في فوائد القروض والسلافيات التي تمنح للموظف من جهة عمله. لكي اه تعد الفوائد ميزة عينية خاضعة للضريبة. لازم يكون متوفر فيها اه شرطين. والشرطين يكونوا مجتمعين. يعني مش شرط واحد بس يكون موجود. من اللي اتنين? لا. اللي اتنين لازم يكونوا اه موجودين. اه ان يكون مبلغ القرد او السلفة اكبر من اجمالي اجمالي ما حصل عليه الموظف في اخر ست شهور. خلي بالك هنا هنخش بقى مش بس اه بالحساب مش بس بالنسبة. لا احنا كمان هنحسب. هنبدأ ناخد اه معادلة ونحسب. يعني هنا بيقولك ان القرد او السلفة يكون اكبر من اجمالي ما يحصل عليه الموظف في اخر ست شهور. يبقى انا لازم اشوف الموظف الموظف حصل على ايه? اه في خلال الست شهور الاخر. واه اه اشوف الاجمالي. خلي بالك من الكلمة دي. الاجمالي. اه نشوف بقى مبلغ القرد اديه ونقارن اه ما بينهم. طيب الحاجة التانية ان يكون القرد او السلفة بدون فايدة او بفايدة تقل عن اه سبعة اه في المية. هتقول ليش معنى سبعة في المية? ما اعرفش هو قانون. يعني دي حاجة بقى ايه? بقى يتسئل عنها اه الناس اللي حتى القانون. احنا انا ما اعرفش بصراحة ايه الهدف من السبعة في المية. بس نقدر نقول هنا ان سبعة في المية واقل من سبعة في المية لحد سفر في المية هو ده الشرط التاني اللي لازم يكون متوفر علشان الفايدة او القرد يكون اه خاضع للضريبة. طيب. تعالي ناخد مثال ونقول المطلوب تحديد قيمة الميزة العينية الخاضعة للضريبة في الحالات اتا ليه? نمر واحد موظف في احدى الشركات بلغ اجمالي دخله في اخر ست شهور خمستاشر الف. حصل على قرد من الشركة امته عشرين الف جنيه بدون فوايد. طيب لما نيجي نحل ده نشوف الاول ايه الشرطين? الشرط الاول هو قيمة القرد لازم تكون اكبر من اخر ما حصل عليه الموظف في خلال ست شهور. هو بيقول لك انه جايبها لك هنا على طول انه مرتب اخر ست شهور خمستاشر الف جنيه. طيب هو حصل على قيمة القرد اللي هي عشرين الف جنيه. يبقى الشرط الاول متوفر. نروح على الشرط التاني. الشرط التاني معدل فايدة القرد المفروض اه هو بيتحاسب عليها. دون اه فوايد. المفروض احنا قلنا ايه من سبعة في المية لتحت. يبقى الشرطين متوفرين. يبقى المفروض الميزة دي هتخضع للضريبة. يبقى قيمة القرد ناقص مرتب الاخر ست شهور في سبعة في المية ناقص معدل الفايدة. يبقى خمس تلاف جنيه في سبعة في المية يعني تلتمية وخمسين جنيه. تعال نحسبها مرة كمان. طيب علشان بقى نحسب الميزة الخضعة للضريبة اللي هتزود الوعاء بتاع الراجل ده وهاخدها معايا في الوعاء الضريبي بتتحسب ازاي لها حزبة. هاخد قيمة القرد ناقص مرتب اخر ست شهور وهو حصل عليه وهضربه في السبعة في المية سبعة في المية ناقص معدل الفايدة اللي هو اه المفروض في المثال ده سفر. تاني هاخد قيمة القرد ناقص مرتب اخر ست شهور فهاخد قيمة القرد اللي هو كام? عشرين الف جنيه. ناقص اخر اه مرتب اخر ست شهور كام? الاجمالي خمستاشر الف جنيه. يبقى كده في معايا خمس تلاف جنيه. تمام? ده اول رقم. هاخد بقى السبعة في المية. هاخد سبعة في المية ده معدل ثابت ناقص الايمة اللي بتحاسب عليها. ايمة الفايدة اللي بتحاسب عليها. فهنا الفايدة هو حسبها له بكام? حسبها له بسفر في المية. يبقى سبعة في المية ناقص سفر في المية. يبقى هي سبعة في المية. هاخد بقى خمس تلاف جنيه اللي انا طلعتهم دول. وهضربهم فيه السبعة في المية المبلغ اللي هيطلع ده هو اللي هاخده معايا في الحزبة بتاعتي وهيبقى خاضع للضريبة اللي هو طلع كام تلتمية وخمسين جنيه تعالى نطبق على مثال مرة كمان موظف احدى الشركات بلغ اجمالي دخله في اخر ست شهور خمستاشر الف جنيه حصل على قرد من الشركة امته عشرين الف جنيه بمعدل فايدة تلاتة في المية سنويا تعالى نبص على الشرط الاولان الشرط الاولاني بيقول انه يكون المبلغ بتاع القرد اكبر من المبلغ اللي اخدو الموظف ده في اخر ست شهور الشرط ده متحقق ايوة شرط ده متحقق طيب تعالى ننزل على الشرط التاني الشرط التاني اللي هو معدل الفايدة اللي بتحسب بيها اللي هو كامل هو 3% يعني تحت السبعة في المية تحت السبعة في المية يبقى تحقق الشرط التاني نيجي نحسب بقى الميزة الخضعة للضريبة نحسب الميزة الخضعة للضريبة ازاي بناخد قيمة القرد اللي هو 20 ألف جنيه ناقص مرتب آخر 6 شهور اللي هو 15 ألف جنيه وبندربه في الفرق ما بين 7% ناقص معدل الفايدة اللي هو بيتحاسب بها يبقى سبعة في المية ناقص ثلاثة في المية يديني أربعة في المية الفرق بقى النتيجة اللي طلعت معايا من عشرين ألف ناقص خمستاشر ألف اللي هو خمس تلاف في أربعة في المية يبقى الميزة الخضعة للضريبة ميتين جنيه تعالى ناخد حالة تلتة قالك موظف بأحدى الشركات بلغ إجمالي دخله في آخر ست شهور خمستاشر ألف جنيه وحصل على قرد من الشركة قيمته عشرين ألف جنيه ولكن بمعدل فايدة تمانية في المية تعالى نحل الميزة الشرط الأولاني الشرط الأولاني بيقولك أن قيمة القرد لازم تكون أعلى من قيمة إجمالي آخر ست شهور من المرة وده الشرط متحقق ومتوفر يبقى ننزل على الشرط التاني الشرط التاني لازم معدل فايدة القرد لا يتعدى السبعة في المية هنا معدل فايدة القرد كان تمانية في المية إذن لم يتحقق الشرط التاني يبقى مفيش ميزة خضعة للضريبة تعالى ناخد حالة ربعة موظف بأحدى الشركات وبلغ إجمالي دخله في آخر ست شهور خمستاشر ألف جنيه حصل على قرد من الشركة قيمته اتناشر ألف جنيه بمعدل فايدة تلاتة في المية هنمسك الشرط الأولاني الشرط الأولاني بيقول أن قيمة القرد لازم تكون أعلى من قيمة إجمالي المرتب بتاع الراجل ده آخر ست شهور طب هو قيمة القرد أصلاً اتناشر ألف جنيه ومرتب آخر ست شهور خمستاشر ألف جنيه يبقى الشرط الأول ما تحققش وبالتالي ما بنروحش على الشرط التاني خلاص ولو عايزين نطبق يعني الشرط التاني بالمرة فالشرط التاني تلاتة في المية يعني تحت السبعة في المية أوكي بس الهنا احنا بنشتغل في موضوع القرود والسلف والحاجات دي بنشتغل على الشرطين لازم يكونوا متحققين مع بعض متحققين مع بعض طيب تعالى نروح على حالة تانية الأسهم المجانية التي توزق على العاملين هنفرق هنا ما بين حاجتين إذا كانت الأسهم توزق على العاملين مجاناً فإن قيمة السهم بالكامل تعد ميزة عينية خاضعة للضريبة يعني دلوقتي لو أنا كشركة هوزق عليك أسهم مجاناً مجاناً بمعنى الكلمة فري خالص من غير مخصم أي حاجة يبقى دي ميزة وتخضع للضريبة لكن إذا كانت الأسهم توزق على العاملين بقيمة مثلاً أقل من قيمتها السوقية فإن الفرق يعد ميزة عينية خاضعة للضريبة يعني لو الشركة بتدهالك مجاناً أنا كضرائب بقولك مليش دعوة أنت استفدت بميزة كاملة لأن هي فري طيب لو أنا كشركة تحملت جزء وأنت تحملت جزء يعني أنا بدي تهالك بسعر قليل يبقى أنا كحكومة هقول لحضرتك قيمة الأسهم دي قد كده ناقص قيمة الشركة دفعته أو الشركة تحملته قد كده يبقى الخاضع للضريبة قد كده يعني ناخد مثال المطلوب تحديد قيمة الميزة العينية الخاضعة للضريبة في الحالات التالية حالات إيه حالات الأسهم المجانية نمرة واحد موظف بإحدى الشركات حصل على أسهم من الشركة التي يعمل بها قدرها مية سهم مجاناً وتبلغ القيمة السوقية لسهم مية جنيه مية جنيه للسهم في مية سهم يعني عشر تلاف جنيه واخدهم كلهم مجاناً تعال نشوف هنحل إزاي الموظف هيدفعه كام سفر لأن هي مجاناً القيمة السوقية كام مية جنيه للسهم يبقى تحقق الشرط وتحسب الميزة العينية كما يلي القيمة السوقية ناقص ما يدفعه الموظف اللي هي المية جنيه ناقص السفر في عدد الأسهم اللي هو مية سهم يبقى إجمال المبلغ عشر تلاف جنيه تمام كده؟ طيب تعال ناخد حالة تانية طيب في كم حاجة بقى كده بسيطة معلهاش أي تعامل ومش معلهاش أي تعامل يعني مش هيجيبها لك في الامتحان لا يعني معلهاش أي حسابات وكلام من ده لازم تضحفز زي ما هي كده وهي مثلا لما بنتكلم على المبالغ غير الخضعة والمعفاة من الضريبة يعني أول ما بتشوف اللفظ بتاعها خلاص الموضوع بينتهي دي غير خضعة للضريبة ومعفاة من الضريبة زي إيه؟ زي الإرادات غير الخضعة للضريبة المعاشات المعاشات دي حاجة غير خضعة للضريبة خالص كليا مكافئة ترك الخدمة في نهاية أي شغل مثلا لو أنت متأمن عليك أو كذا أو كذا المهم بيبقى حضرتك وانت خارج من الشركة بتاخد مكافئة ترك الخدمة المكافئة دي كلها ما بتتحسبش خالص عليها درايب تاني حاجة الإرادات المعفاة بقوانين بقوانين طلعة بتاع في حاجات معينة خاصة زي إيه؟ زي العلاوات الاجتماعية والعلاوات الإضافية خلي بالك فيه أكتر من علاوة خلي بالك إحنا كنا بنتكلم فوق على علاوات بشكل خاص وعلاوات بتضاف للمرتب وحاجات كده دي حاجة تانية علاوات اجتماعية وعلاوات إضافية والعلاوات الخاصة المضافة للأجر الأساسي الممنوحة قبل واحد سبعة والعلاوة الخاصة غير المضافة للأجر الأساسي البدلات المعفاة بقوانين خاصة زي مثلا لما يقول بدل عمادة بدل وكالة بدل رئاسة الاقسام في الجامعات البدلات دي كلها لا تخضع للضريبة برضو نفس القصة في المبالغ المعفاة من الخضوع للضريبة طيب وبكده نبقى خلصنا الجزء التاني او الملزمة التانية ان شاء الله باذن الله المرة الجاي هنخش في جزء جديد والملزمة التالتة فيه ناس كانت بتسأل على عدد الملازم اللي موجود فيها المنهج او اللي بتضم المنهج ولو فيه امكانية ان احنا نرفعها ان شاء الله باذن الله بنكتبها بتاخد شوية وقت بس في الكتابة وان شاء الله هتلاقي اللينكات بتاعتها تحت الفيديوهات وهنعلن عنها برضو او هنحطها على الصفحة على الفيسبوك كمان ان شاء الله هتبقى متوفرة ان انت تنزلها كBDF وتقدر تستفيد بها هما اا عدد الملازم هما تسع ملازم لحد دلوقتي الملزمة تقريبا بنتكلم فيه متوسط اا عشرة او اا يعني في حدود عشر ورقات يعني بنتكلم فيه اجمالي تسعين ورقة ده طبعا بالامثلة بالكلام ده كله وهو ده اللي عامل الفرق الكبير في عدد الورق لكن بإذن الله هنفضل مع بعضين هنخلص المنهج واحدة واحدة ان شاء الله وهتكتب وزي ما قلت كده الملازم بس يا دوبك اول ما هتكتب هبدأ ارفع اا على الصفحة وعلى الفيسبوك شكرا لكم واشوفكم المرة الجاية على خير ان شاء الله حاول ان انت تحل بايدك اكتر واكتر دور على امثلة عندك وحلها علشان الحاجات دي اا تثبت او تثبت في دماغك ان شاء الله بازن الله والسلام عليكم